ده بريم البطل بتاع فيلمنا اما ده فبيكون في جي وفيلمنا بيبدأ وبنعرف ان بريم شغال في مسرح وبيحب التمثيل جدا وعمال بيرقص ويغني ولما بيقابل صاحبه بيسأله ليه بتتبرع بكل ارباحك لمؤسسة يبار فبيقوله علشان الاميرة متلي هي اللي بتدرها واول ما بيوصل المؤسسة بيبوصل صورتها وبيكون سرحا فيها كالعادة وبيفتكر لما كان في معسكر الناجيين من الفيضان وبيلقاها نازلة من الطيارة قدام عينه وبتكرر تساعد الناس وبتقف جنبهم في محنتهم وهو موجود معاهم وفرحان لانه شايفها ومش قادر يصدق نفسه وبعدها بيسأل واحدة في المؤسسة الاميرة هترجع للقرية امتى فبتعرفه انها مخطوبة لامير مملكة بريتن بور واسمه في جي وهتحضر حفل التتويج بتاعه الاسبوع اللي جاي وبتقوله ممكن يقابلها ويديها التبرع بتاعه ووقتها بنروح لقصر الامير في جي وبنكتشف ان هو صورة تبقي الاصل من بريم وكأنهم اخين توقم وبنلاقيه بيتفق على كل التحضرات الهمة لحفل التتويج وبعدها بنشوفه بيبارز واحد اسمه اجي وبنعرف ان هو اخو لكن من ام تانية وبيبني انهم بيحبوا بعض جدا وفي نفس الوقت سان جان بيقوله ان الاميرة متلي هتوصل للمملكة الجمعة الجاية وديوان بيقوله لازم اخوتك البنات هم اللي يستقبلوها طبقا للعادات والتقاليد بتاعتنا وبنعرف في وقتها انه ليه اختين من ام تانية واسمهم تشاندريكا ورادكا لكن للأسف بيكرهو وهو مش عارف السبب وساعتها ديوان بيقنعوا يروح لهم تاني ويحاول يصالحهم وفعلا تاني يوم بيسمع كلامه وبيوصل لبيتهم واول ما رادكا بتشوفه بترمي عليه الكورة وبيكون متدايق من رادف عليها ولما بيدخل المكان اخته بتبعته المحامل انها رفضة تستقبله وساعتها بيشوفها بالصدفة وبتعامله بطريقة وحشة وشبه بتطرده من البيت وده بيخليه يتدايق وبيسيب المكان ويمشي ولما بيركب عربيته وبيكون في الطريق بيفتكر ذكرياته مع أخواته وصعبانه نفسه عليه لانه بيحبهم جدا ووقتها السواء شوتان بيستغلوا انه مغمض عينيه وحطت السماعات في ودانه فبيكرر يمشي في طريق معاكس وبعيد لحد ما بيوصل لمنحضر علي جدا وبعدها بيسيب العربية وبيهرب منها بسرعة وساعتها في جاي بيحس بحاجة غريبة وبيعرف ان العربية ما فيهاش سواء وبيقدر يكسر الباب علشان يخرج منه وبعدها بيوصل لقيادة العربية وبيحاول يوقفها لكن ما بيعرفش فبيكرر يحرر الحسينة بسرعة وهو بيقع من فوق المنحضر وللأسف بيموت وبيفقد الحياة وفي نفس اللحظة بنلاقي واحد بيرقبه ومن ناحية تانية برين بيوصل لمملكة بريتنبور ولما بيكون هناك وبيشتري فكهة بيعرف من البايع ان سنجان رئيس الحرس الملك اشتراهم كلهم قابله فبيكرر يروح له وسنجان بيتفاجئ لانه صورة تبقى الاصل من الملك وبريم بيطلب يخليه قابل الاميرة مثلي فبيوافق على طول وبيخضف عربيته وعايز يحقق له امنيته وهناك بيوصلوا القلعة مهجورة ومحدش يعرف عنها حاجة وبيخليهم يستنوا برا المكان وهو بيدخل الحصن عن طريق مغبأ سري وبنكتشف وقتها ان الامير في جاي لسه عايش وقدروا ينكزوا حياته لكن اصاباته خطيرة وموجود في غيبوبة ومحدش عارف هيفوق منها امتى ووقتها ديوان بيشوف فيريم وهو عمال بيرقص ويغني مع صاحبه وما بيكونش قادر يصدق الشبه الكبير بينه وبين الملك وساعاتها بيخلوه يشوف في جاي وبيحكوله كل حاجة وعايزينه يستغل موهبته في التمثيل ويتقام مصدور الملك لمدة اربع ايام لحد ما حفل التتويجي انتهي ويتعامل مع الاميرة مثلي على انه خطبها وهو بيوافق اسعادهم لكن بدون اي مقابل وبعدها بيركبوله الشنب علشان يكون شبهه بالزبط وبيفرجوه على فيديوهات للامير وازاي بيتعامل مع الناس وكل حاجة ممكن تساعده علشان ينفس خطته بدون اخطاء وبيعرفو ان الامير بيتكلم كذا لغة وعلشان هو ميزايه هيلتزم الصمت وساعاتها بيوروه اخواته البنات شاندري كاوراديكا وبعدها اخوه اجيي والسكرتيرا سميرة والشراغ قريبهم من بعيد وفي الاخر صورة شوتان اللي حاولي موت الامير ولما بنروح لأجيي بنلاقي هو اللي خطط لمحاولة اختيال الملك وبيهدي شراغ وساميرة عربيات هداية علشان ساعدوه وبنعرف انه بيكره في جيي لانه متحكم في كل الاملاك بتاعته وبيكون مستغرب ازاي لسا عايش بعد ما وقع من فوق الجبل ووقتها بنكتشف ان شراغ هو سبب الخلاف بين أجيي والملك علشان ليه هدف تاني وساميرة بتساعده وبعدها بنروح للمحطة وديوان بيدي لبريم الوارد وعايزه يكمل خطته بالزبط ووقتها القطر بيوصل المملكة ومتلي بتنزل منه وبريم عمال يبص عليها ومش قادر يصدق انها قدامه وبيروح يقدم لها الوارد وهو فرحان جدا ولما بيكونوا في العربية بيفضل يبص لها باستغراب وبتعرف انه ملتزم قسم الصمت لمدة 4 ايام علشان سلامه النفسي واول ما بيرجعوا البيت وبيكونوا موجودين مع بعض متلي بتقولوا انا عارفة انك هتتجوزني علشان تنفذ رغبة ابوك وهي مش حاسة بالحب من ناحيته لانها ما تعرفش حاجة عن شخصيته فبتطلب منه لو مش عايزها يرفض الجوازة وساعتها بريم بيقصر القسم علشان يحاولي خليها سعيدة وبيقول لها انا هعرفك كل حاجة عن حياتي وبياخدها تاني يوم وبيوريها كل الاماكن اللي عايش وتعلم فيها وهو صغير وفي نفس الوقت شراغ بيراجع الكاميرات وبيحس بحاجة غريبة واجاي بيكلمه وبيقوله مستحيل اخويا يكون عايش وفي حاجة غلط بتحصل وفي نفس الوقت متلي بتقول للملك اخر مرة شفتك فيها طلبت منك تحلق شنبك وانت رفضت وتعصبت علي وسبتني ومشيت وتاني يوم بيحلق شنبه فعلا علشان يرضيها ويقناع عنه بيتغير وممكن يعمل اي حاجة علشانها وبعدها بيكونوا موجودين مع بعض في الشارع وعملين بيتكلموا وبريم بيروح للاطفال وبيخليهم يشربوا المية وبيلعب معاهم وساعتها متلي بتشوف تشاندريك هورادي كخارجين من المدرسة وبتروح تسلم عليهم وبتكون فرحانة وأول ما بتقدم لها هدية تشاندريكا بتمسكها وبترميها لبقيد وبعدها بتسيب المكان وتمشي وهي مصدومة جدا من رضف عليها وبريم بيمسك الانسيال وبيكون متدايق وساعتها بيعرف ان متلي وتشاندريكا صحاب من زمان لكن علاقتهم انتهت أول ما متلي اتخطبت لأخوها الملك وقتها بنلاقي تشاندريكا شغالة محاسبة في مدرسة وقعدة في بيت للإيجار وتاني يوم بريم بيروح لهم وبيكون جايب لهم هدايا كتيرة وعايز يصالحهم ويقرب منهم لكن أخته بترفض الهدايا وبترميها على الأرض وبتعامله بطريقة وحشة جدا وهو بيكون مستغرب ومش عارف يتصرف ازاي ومن ناحية تانية أجاي بيكلم شراغ وبيعرفوا انه اكتشف الحقيقة وعايز يقابله ضروري وتاني يوم الملك بيعمل احتفال وبالصدفة بيكون جنب بيت إخواته البنات ولما بيكون مع متلي وبكتبوا أساميهم بالورد وحط خطة مع الأميرة وعايزين ينفذوها فبيدخل على كل الديوف وبيكون في إيده الكورة وبيتعامل معهم كأنه واحد بسيط وبينسانه ملك وبيقدر يقنعهم يلعبوا وبيغير كل عددهم وتقالدهم الملكية والرجالة بتكون فريق والستاد ضدهم من الناحية التانية ووقتها الراديكة بتكون شايفاهم وهم بيلعبوا وبتنزلهم بسرعة وبتشترك معهم وبتكون فرحانة جدا وبتقدر تخلي فريق السيدات يفوزوا بالمباراة بعد ما كانوا خسرانين وهي بتحتفل وبترقص مع أخوها وبتنسى الخلافات اللي بينهم وبعدها بتكتب اسم الملك ومتلي بالورد لكن أختها بتعترض عليها وبتروح تاخدها وتمشي ولما بتكرر تسيب البيت بتلاقي أخوها وايف قدامها وكالعادة بتزعقله وبتعامله بطريقة وحشة وبتقول له لو عايز ترجع حقي يبقى لازم تكتبلي القصر الملكي اللي أم تحرمت منه طول العمر وانت أمك كانت عايشة فيه ووقتها بيوعيدها بأنه هيقدم لها القصر كهدية وهينفس كلامها لكن أول ما ديوان بيعرف بيفضل يزعقله وبيقول له انت دورك خلص والملك خاف ورجع بكرة خاصة انهم قبضوا على السواق شتان وهيعترف بكل حاجة وبيقرر وقتها يطردوا بره المكان ومش عايز مساعدته لكن بيجيلوا تليفون من الدكتور وبيروح المغبأ السري وبيلاقي الملك مش موجود والحارس مشنوق ومتعلق في المكان وبيكتشف ان حد خطفه وللأسف مش عارف هو مين وساعتها بيتصدم وما بيكونش قادر يقف ولما بيجي الليل برين بيتطمن عليه قبل ما يسافر ووقتها ديوان بيفوق وبيبدأ يحكي لهم كل اللي حصل في الماضي وبيقول ان الملك بنى قصر اسمه المرايا علشان أولاده يلعبوا فيه وكانوا الأطفال دايما سعداء والحب بينهم وبيعملوا كل حاجة مع بعض لكن في يوم أجاي وتشاندريكا بيتخنقوا وأول ما هي بتزقوا للأسف كانت هتوقع من فوق القصر وفي جاي بيحاول ينقص حياته من الموت لحد ما بيجي الملك وبيقدر يطلعه في اللحظة الأخيرة وبعدها أم أجاي بتضرب تشاندريكا بالألم وساعتها بتقول لجزها انها مش هتخلي ابنها يعيش مع بناته أو أخوف الجاي اللي أمه ميته ومن وقتها الملك بيقفل القصر وبيتحول لما كان مهجور وما بيقدرش يجمع أولاده وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وديوان بيطلب من برين ما يسيبهوش ويلم شامل العيلة من تاني وهو بيوافق هيفضل جانبه وعمره ما هيتخلى عنه وتاني يوم بيجي معادة تتويج بالعرش والملك بيكون قدام الشعب وساعتها تشاندريكا ورادكا بيوصلوا المكان علشان يشوفوا أخوهم هيسلمهم القصر زي موعدهم ولا هيرجع في كلامه وفعلا الملك بيتنزل عن القصر لأخواته البنات قدام كل الناس لا وكمان هيتقسم معاهم كل الممتلكات بتاعته وبيقول لتشاندريكا أنا دلوقت نفست طلباتك ممكن ترجعيلي أختي اللي ضعت مني تاني وده بيخليها متفاجأة جدا وبتحس قد ايه هي غلطت في حق أخوها والأول مرة بتعامله بطريقة كويسة وبتحضنه بعد غياب سنين وبنشوفها عمالة بتعيط وبعدها الملك ومتلي بيقربوا من بعض جدا وبيبان عليها انها حبته ومستغربة ازاي يتحول وبقى إنسان تاني وهو مصدوم من كل تصرفاتها ومتدايق لأنه بيتحك عليها وساعتها بيقابل ديوان وبيقوله صعب أفضل مكمل في التمثيلية واجدب على الأميرة واخدعها وبيطلب منه لازم يلاقوا الملك ويرجعوا من تاني وفي الوقت ده بيوصل شراغ للمكان وبيكون عارف إن بريم شبيه في جاي وبيقولهم إنه رائب الحرس العجوز بتاع الأمير وراح للمغبأ السري وقدر يقتله ويشنقه بكل سهولة وأول ما بيفوق الملك بيكتشف إن أخوه جاي هو اللي دبر لقتله وبعدها شراغ بيمثل إنه بيكلم بريم وبيقوله مبروك عليك الأميرة والملك بيكون سامع كل حاجة وساعتها شراغ بيعرض عليهم يستبدل بريم بالملك والمقابل يفرجوا عن شتان علشان ما يعترفش عليه وبعدها بريم بيوافق على العرض بتاعه وفعلا بيركب المركب وبيكون في الطريق لأصر المرايا وأول ما بيوصل هناك بيتفاجئ إن أجاي حاول يموت أخوه وبعدها شراغ بياخد بريم لغرفة كلها مريات وبيقوله إنه هارده الأميران هيتحدوا بعض وفيه واحد هيموت والتاني أكيد هيتسجن وبيديله المفتاح اللي الملك متسلسل بيه فبيقرر بريم يروح لفيجاي وأول ما بيشوفه بيكون متفاجئ جدا والملك بيكون عارف إن بريم خاين وكان مشترك معهم في خطتهم ولما بيفك قد بيمسك رقابته وعايزي موته لكن بريم بيقول لنا مخنتكش وجاي علشان ارجعك للأميرة وإخوتك بيحبوك وكل العائلات فيها مشاكل وساعتها بيورفد كلامه وبيقوله إنه هارده هقت الكل خاين وقتها بيخرج من المكان وبريم للأسف بيتحبس فيه وفي اللحظة دي الملك وأخوه بيتحضوا بعض في نزال موت وفيجاي بيفضل يضربه وبيخليه مش عارف يدافع عن نفسه وبينادمه علشان حاول يقتله وكان عايز يخضر به ومن ناحية تانية الحراس عايزين يموته بريم لكن بيوقف قصادهم ومحدش بيكون قادر عليه لحد ما بيشوف نخرج المكان والأميران بيدربه بعض والساعتها بيطلع بسرعة وبيمسك إيد الملك وبيقول له كفاية ولما بيرفد كلام بريم هو اللي بيدرب أجيي وبيعجبه بداله تحبه ومستحيل تقبل إن حد يقذيه فساعتها الملك بيبص لأخوه وصعبنا نفسه عليه جدا ووقتها شراغ بيمسك البندقية وعايز يموت أجيي وبيخليه كان هيوقع من فوق القصر وحياته بتكون في خطر ووقتها الملك بينكسف اللحظة الأخيرة ورافد يسيب إيديه أو يتخلى عنه لحد ما بيقدر يطلعه بيساعد انه هو يعيش ووقتها بريم بيضرب شراغه وبنتقب منه على كل حاجة عملها وأجيب يحضن أخوه بيتأسف علشان فكر يخونه ويقتله ولما بيكونوا وقفين مع بعض للأسف شراغ بيظهر تاني وبيحاول يموتهم لكن بيفك التوازنه والأب بتنهار بيه وبالشكل ده بيموت وبتنتهي حكايته وبعدها بيرجعوا للمملكة من تاني وديوان بيشوف مثلي وبيحكي لها كل حاجة وزي كانوا بيتحكوا عليها وبرين بيقابل الملك وبيحاول يودعه قبل ما يسافر وفي جايب بيشكره علشان جمع العيلة وبيسأله ليه حاولت تساعدني فبيقوله علشان عايز أشوف الأميرة سعيدة ووقتها مثل بتكون وقفة وعملة بتعيط وزعلنة جدا وساعتها بيسلم الملك الهدايا اللي كان جايبها للأميرة وسندوق التبرع لمؤسسة يبار وبعدها بيقابل ديوان وبيودعه قبل ما يسيب المكان وبيشاور للأميرة وهم اللي كنين زعلنين وكل واحد فيهم مقبر على الفراء وبعد فترة بيرجع المسرح بتاعه وبيحاول يكمل حياته بصورة طبيعية لحد ما بيعرف ان جدة الأميرة موجودة في المكان وعايزت قابله وساعتها بتقوله انت قدمت لنا هدية وخليت العيلة تتجمع من تاني وإحنا كمان لازم نردلك الهدية ووقتها مثل بتدخل عليهم وهو بيتفاجئ جدا أول ما بيشوفها وبيلاقي الملك حلق شنبه وبيقدم له خطبته لانهم بيحبوا بعض ومحدش هيعرف ياخد مكانه في قلبها ووقتها بيعملوا بريم كأنه أخوهم وبيعتبروه واحد من العيلة اللي هو جمعها ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير ولازم تعمل متابعة لصفحتنا فيلم في حدوتها واستنونا فيلم جديد